أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لا تمان لاكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقي ولا ممن استمع إلينا شقيا ولا محروما وفي بداية هذه الدروس نحمد الله جل جلاله على عظيم نعمته وجليل فضله ومنته ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم موجبة لرضوانه العظيم وخير ما يوصى به العبد تقوى الله سبحانه وتعالى وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ومن اتق الله فتح في وجهه يا بواب الخير في دينه ودنياه وآخرته وما خرج عبد من الدنيا بزاد أحب إلى الله ولا أعظم ولا أكرم من تقوى الله عز وجل فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتقين وأساس التقوى ولبها الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى في جميع ما يكون من العبد من القول والعمل وهذا الإخلاص يوصى به العبد في جميع أموره وشؤونه وأحواله خاصة فيما يكون بينه وبين ربه مما يتقرب به إليه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وحري بطالب العلم في كل مجلس من مجالس العلم أن يتفقد هذا الأصل العظيم الذي عليه مدار القبول للأعمال وعليه أن يجتهد غاية جهده في تحقيقه وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى في جميع أموره لا يسأم ولا يمل من تكرار هذه الموعظة وسماعها في كل كلمة يسمعها وفي كل كلمة يقرأها وفي كل كلمة يكتبها ومن أراد الله طيب الله قوله وعمله وظاهره وباطنه يجد طالب العلم بركة علم العلم بإخلاصه لله سبحانه وتعالى ويجد فتح الله وتيسيره والبركة فيما يكون منه فنسأل الله عز وجل بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من عباده المخلصين وممن أراد وجهه الكريم في جميع أمورنا وجميع شؤوننا إنه ولي ذلك والقادر عليه درسنا بإذن الله عز وجل خلال هذه الفترة سيكون في كتاب من كتب المعاملات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه وهذا الكتاب كتاب صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل لقوة الشرط الذي اشترطه الإمام البخاري رحمه الله برحمته الواسعة وإذا اتفق الإمام البخاري ومسلم على حديث فهو أصح ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أعلى درجات الصحة والثبوت أعلى الصحيح ما عليه اتفق فما روى الجعفي فردا ينتقى فمسلم كذاك بالشرط عرف فما لشرط غير ذين يكتنف فأعلى الصحيح ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم واتفق على إخراجه ثم يليه ما رواه الإمام البخاري وانفرد به الإمام البخاري ثم ما رواه الإمام مسلم ثم ما كان على شرطيهما ثم ما كان على شرط الإمام البخاري ثم ما كان على شرط الإمام مسلم هذا أصل معتبر عند العلماء يدل دلالة واضحة على عظيم نعمة الله ومنة الله على هذا الإمام المبارك الذي وضع الله البركة في علمه للأمة فانتفعت بما دونه وصنفه وحرره وقرره رحمه الله سواء في علوم الرواية أو في علوم الدراية فجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالماً عن علمه وهذا الكتاب الذي اختير كتاب البيوع وهو يتعلق بجانب من جوانب المعاملات المالية والبيوع باب عظيم وفيه أحكام ومسائل شرعية ينبغي للمسلم إذا ابتلي بها أن يكون على علم بحكم الله فيها فيعلم ما الذي أحله الله منها فيبتغيه وما الذي حرمه الله منها فيجتنبه كتاب البيوع كتاب عظيم لأنه يتعلق بالتجارة والكسب وإذا طاب الكسب قُبلت الدعوة واستجاب الله دعاء العبد وطاب العبد حياً وميتاً فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً فيقذف في جوفه الطعمة الحلال ويشرب من حلال ويأخذ الحلال ويعطي الحلال فهو على نور من الله وعلى بصيرة من الله في حفظ من الله ولن تجد قل أن تجد عبداً يتحرَّ الحلال في مكسبه إلا وجدت الخير والبركة في ماله وجميع شؤونه لأن الكسب له أثرٌ عظيم في سلوك العبد ولو لم يكن فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة قال أطب مطعمك تُستجب دعوتك وباب الكتاب البيوع كتابٌ عظيم يحتاجه طالب العلم في نفسه ويحتاجه للعمل به قدوةً للناس وليعلمه الناس فيبين للناس ما أحلَّ الله وما حرَّم عليهم ولذلك كل من ابتلي بالبيوع واجبٌ عليه أن يعلم هل أحلَّ الله له هذا البيع أو حرَّمه عليه وإذا جهل واجبٌ عليه أن يرجع إلى العلماء وأن يسأل أهل العلم كما قال الحق تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال العلماء رحمهم الله إن العلم يكون فرض عينٍ على الإنسان ولازمًا على الإنسان إذا ابتُلِي بأفراد المسائل فلو أن شخصًا أراد أن يبيع بيعًا أو يشتري شيئًا فواجبٌ عليه أن يعلم هل هو مما أحلَّ الله عليه أو مما حرَّم عليه فإذا أحلَّه الله له ابتغاه وطلبه وإذا كان غير ذلك ابتعد عنه واجتنب عنه ومن هنا قالوا إِلَّهُ يَصِيرُ فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ أو مسألة واتستدلُّوا لذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رجلٌ يا رسول الله ما يلبس المحرم هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي قبل أن يخرج إلى الحج قال بعض العلماء هذا يدل على أن من أراد أن يتلبس بعبادة أو معاملة أن يسأل عن كيفية أداء العبادة وما يحل من المعاملة وما يحرم أما أن يفعل بنفسه ما شاء ثم بعد ذلك يعتذر ويقول كنت جاهلاً والعلماء موجودون ويمكنه سؤال العلماء فهذا ليس من العذر بالجهل في شيء لأنه يمكنه السؤال ويمكنه التحري فلا عذر له ومن هنا ينظر طالب العلم إلى أهمية هذا الكتاب لأنه قل أن يمر عليه يوم إلا وهو بائع أو مشتر أو جامع بين البعي والشراء هذا في خاصة نفسك فأنت محتاج إلى هذا الكتاب ومسائله وأحكامه في خاصة نفسك ومحتاج إليه لكي تعلمه للغير فإذا نظر إلى عظيم حاجة الناس إلى مسائل البيع وأحكام البيع فإنه إذا سد المسلم هذا الثغر عظم أجره عند الله خاصة عند كثرة الجهل وكثرة الجرأة على الفتوى بغير علم وتحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فينبري طالب العلم الموفق لهذا الباب من أبواب العلم ليضبطه وينفع الأمة ويخلص لوجه الله سبحانه وتعالى في ذلك إنك إن فعلت ذلك تبتغي وجه الله سهل الله لك به طريقا إلى الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فكيف إذا كان في باب عظيم مهم للإنسان في نفسه وفي عموم المسلمين ولذلك كان بعض مشائخنا وكان والدنا رحمه الله يقول إذا أردت أن ترى علم الرجل فخذه إلى أبواب المعاملات واسأله عن أحكامها فالمعاملات بابها صعب وعزيز وباب أبواب العبادات واضحة وفيها أحاديث كثيرة ومشهورة وليس هذا من باب التقليل في باب العبادة ولكن باب البيوع باب عزيز وباب صعب وكلما تبعد الزمان عن عهد النبوة كان أصعب فيبدأ طالب العلم أول ما يبدأ بمعرفة حكم الله عز وجل في مسائله ويضبط هذه الأحكام ثم يطبقها على المسائل التي يعيشها ويتعامل بها مع الناس وحينئذ يجمع الله له بين العلم والعمل ثم ينفع الناس بعد ذلك ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لذلك وأن يرزقنا الإخلاص فيه ذكر الإمام البخاري رحمه الله كتاب البيوع في صحيحه ورتبه رحمه الله على أفضل وأجمل ما يكون الترتيب وذكر في هذا الكتاب أصول البيع فابتدأ أولا ببيان مشروعية البيع وأن الله أحل التجارة وأحل المكاسب واستفتح في استدلاله رحمه الله بدليل الكتاب وذكر الآيات الدالة على مشروعية البيع والإذن بالتجارة ثم أعقب ذلك بأبواب متعددة متنوعة شملت أصول البيع ومسائله وهذه الأبواب زادت على مئة باب ذكرها رحمه الله وذكر فيها من العلم والفقه ما يدل على علو شأنه وضبطه رحمه الله وفتح الله عز وجل عليه في فهم النصوص ولذلك إذا نظرت إلى تراجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه خاصة في الأحكام والفقه علمت عظيم فتح الله على هذا الإمام العظيم خاصة وأنه في ذلك الزمان لم ينتشر ولم تنتشر المعارف ولم تحرم مسائل كما وقع للمتأخرين ولكنه رحمه الله تناولها بشيء من الشمول والضبط والدقة وهذا يدل على سعة علمه ولذلك قيل فقه الإمام البخاري في تراجمه فذكر رحمه الله الشروط المعتبرة لصحة البيع حينما ذكر شروط الصحة فذكر البيوع التي حرمها الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فقل أن تجد بيعا من البيوع المنهية عنها خاصة التي تتعلق بالأصول كبيوع الغرر إلا وجدتها تتضمن شرطا من شروط البيع من شروط صحة البيع فذكرها رحمه الله كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوّب لها وترجم لها ووفق في ذلك التبويب وتلك التراجب وذكر المسائل وتارةً كما هو شأنه في الصحيح عامة ربما يذكر طبعا المسائل المتفق عليها لا إشكال فيها ولكنه يذكر المسائل المختلفة فيها فتارةً يبين في الترجمة مختاره ويذكر الدليل مما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة ربوان الله عليهم مما يدل على الرجحان وتارةً يذكر المسألة بصيغة السؤال محتملةً للقولين أو الأقوال كل هذا صاغه رحمه الله حتى دل دلالةً واضحة على عظيم ما فتح الله به عليه في علم الدراية فهو إمام جمع الله له بين علم الرواية وعلم الدراية ولذلك ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لتراجمه وكذلك ينتبه لترتيبه للأدلة واختياره لها وإنك لتعجب أن تجده يذكر الحديث فيه قصة من القصص التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فينتزع من تلك القصة يأخذ جملة ينتزع منها حكماً في مسألة من مسائل البيوع وهذا يدل على دقته رحمه الله وتتبعه للأحاديث وأنه قل أن تمر عليه جملة أو كلمة في الحديث إلا وهو يحسن النظر فيما دلت عليه وأشارت إليه من الأحكام والمسائل وذكر رحمه الله كتاب البيوع فاستفتحه بالمشروعية أي بالأدلة التي دلت على مشروعية البيع وجوازه وقلنا إن باب البيوع كتاب البيوع كتاب مهم ونوصي أنفسنا والجميع بالإخلاص الله سبحانه وتعالى والصبر على هذا الباب لضبطه وعدم العجلة في أخذه لأن أخذ المسائل في البيوع بعجلة ودون ودون ترو يجعل طالب العلم ناقص الإدراك والإلمام لكثير من المسائل ولربما وقع في الخطأ والخلل والزلل ولربما أخذ النصوص ففسرها على غير ما دلت عليه فحمل الدليل ما لم يحتمله وهذا لا شك أنه دحظ مزله وفيه بلاء على العبد فينبغي على طالب العلم أن يتأنى وأن لا يستعجل وكان بعض السلف رحمهم الله إذا نزلت النازلة وكانت أكثر النوازل تقع في معاملات الناس كان إذا نزلت النازلة يتأخر ولربما جلس الشهر والشهرين وهو يسأل عن المسألة يتريث في نظره واجتهاده فيها حتى يفتح الله عليه والله خير الفاتحين ومن صبر ظفر ومن أخلص لوجه الله وخاف من الله سبحانه وتعالى ورزق الخشية وابتعد عن غش أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعن التهور في الاستعجال في الفتوى خاصة في المسائل النازلة لأنك تقول هذا أحله الله وتقول هذا حرمه الله فأنت تتكلم عن الله وتنسب إلى الله وحينئذ ستوقف بين يدي الله في يوم عظيم الأهوال شديد الأهوال ليسأل من الذي قال على الله بدون علم ولذلك قرن الله هذا البلاء بالشرك به والعياذ بالله فالشرك قرن به القول على الله بدون علم والعياذ بالله فينبغي لطالب العلم أن يضبط هذا الباب ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما أن القرآن كذلك فيها من الخير والبركة ومن قرأ حاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع وضبطها ازداد إيمانه بالله ويقينه بالله فقل أن يجد شيئاً أحله الله إلا وجد في ذلك الشيء الذي أحله الكفاية ووجد فيه الخير وقل أن يجد شيئاً حرمه الله إلا وجد فيه البلاء والشر سواء كان متعلقاً بالدين أو كان متعلقاً بالدنيا وهذا كله يستفيده كل من تفقه في دين الله فإنه يخرج بقناعة أنه لا أعلم من الله ولا أحكم منه سبحانه يقص الحق وهو خير الفاصدين وهو سبحانه أحكم الحاكمين وهو سبحانه يعلم ونحن لا نعلم وفوق كل ذي علم عليم نسأل الله تعالى أن يزيدنا علماً وحلماً وعملاً وإخلاصاً وقبولاً إنه ولي ذلك والقادر عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب البيوع يقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب البيوع الكتاب مصدر كتب الشيء يكتبه كتباً وكتابةً وأصل الكتب في لغة العرب الجمع والضم وصفت كتب العلم بذلك لأنها تضم فيها المسائل بعضها إلى بعض وقوله رحمه الله كتاب البيوع البيوع جمع بيع قالوا باع الشيء يبيعه بيعاً وجمعها رحمه الله لتعدد أنواعها واختلافها فهناك بيوع أحلها الله وهناك بيوع حرمها الله وسيذكر كل النوعين البيوع التي أحلها الله والبيوع التي حرمها الله والدليل الذي يدل على الحل والتحريم ولذلك جمعها رحمه الله لتعددها واختلاف أنواعها وبعض العلماء يقول كتاب البيع فألف البيع للجنس وتدل على الاستغراق الذي يفيد العموم وشمول جميع أنواع البيوع والإمام البخاري ورحمه الله يقول كتاب البيوع البيع في العاء عند العرب مقابلة الشيء بالشيء أو بذل الشيء بالشيء أو إعطاء الشيء في مقابل الشيء هذا في أصل لغة العرب وأما في اصطلاح الشريعة فالبيع مبادلة المال بالمال تملكاً وتملكاً وتمليكاً مبادلة المال بالمال المال إما أن يكون ثمناً كالذهب والفضة وإما أن يكون مثمناً كالعقار والمنقول وإذا وقع البيع إما أن يقع البيع في الأثمان كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والذهب بالفضة وهو الصرف وإما أن يقع في المثبونات بعضها ببعض كبيع المقايضة كأن يبيعه سيارةً بسيارة أو داراً بدار أو أرضاً بأرض وإما أن يبيع الدار وإما أن يبيع الثمن بالمثمن فهذا يسمى البيع المطلق بيع الثمن بالمثمن كبيع الأرض بالفضة كالريالات أو بالجنيهات الذهب وهذا كله من البيع المطلق إذن قولهم مبادلة المال بالمال تشمل هذه الصور كلها لما قال مبادلة المال بالمال خرجت الإيجارة لأن الإيجارة مبادلة المال بالمنفعة فأنت إذا أردت أن تستأجر أرضاً أو داراً أو فلة بعشرة آلاف شهرين أو ثلاثة فقد دفعت المال في مقابلة المنفعة في مقابلة المنفعة وهي السكنة أو تقول له أريد منك أن تحملني إلى جدة أو إلى الطائف فهذه منفعة وإيجارة إيجارة المركب فهذا خرج بقوله مبادلة المال بالمال كذلك أيضاً خرج عقد النكاح لأنه مبادلة المال وهو المهر بالمنفعة وهو الاستمتاع بالبضع وكذلك أيضاً خرجت مبادلة المال بدون عوض دفع المال في مقابل المال على سبيل القرب فيخرج عقد القرب فتخرج عقود الارتفاق وهذا كله هذا التعريف أرادوا بقولهم تملكاً وتمليكاً أن الإنسان إذا بدل المال في مقابل المال يملك ويملك فهو يملك إذا كان بائعاً يأخذ الثمن فيملكه ويملك المثمن وهو الذي باعه وأعطاه للغير بثمنه البيع دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع الإمام البخاري رحمه الله حينما استفتح كتاب البيوع بدأ بالدليل على مشروعية البيع وهذا يدل على فقه رحمه الله وهذا الفقه استفاد منه العلماء والفقهاء والمحدثون فتجد علماء الفقه إذا بدأوا بالمعاملات بدأوا أولاً ببيان الدليل الذي يدل على مشروعية المعاملة لأن أول سؤال يتعلق بالتصور ما هي حقيقة البيع وثاني سؤال ما هو حكم الشرع فيه هل هو حلال أو حرام هل الأصل حله وهل هو إذا أذن الشرع به هل أذن به الشرع على سبيل الإباحة والتخيير أو أذن به الشرع على سبيل الإلزام كالواجب فهذا كله يتعلق بحكم المعاملة فالإمام المصنف رحمه الله استفتح ببيان الأدلة على مشروعية البيع ومن عادته رحمه الله التأدب مع كتاب الله عز وجل فيورد الأحيات المتعلقة بالكتاب وهنا جرى على نفس المنهج فبدأ رحمه الله بدليل الكتاب الذي دل على مشروعية البيع فقال رحمه الله وقول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا ذكر رحمه الله هذه الآية من سورة البقرة وهي أصل في هذا الباب أي باب البيع وهناك آيات في القرآن الكريم وأحاديث في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبرها العلماء أصولا وقواعد عامة وهي الآيات الجامعة للمسائل العظيمة في الباب وكذلك أيضا الأحاديث الجامعة لأكثر أو جل أو مسائل العظيمة في الباب هذه كلها تسمى بأصول يقال هذه الآية الكريمة أصل في حل البيع وأصل في مشروعيته وأصل في مسائله وأحكامه وهذا الحديث أصل في تحريم الأعيان المحرمة البيع وهذا الحديث أصل في حل بيوع كذا فهذا كله مما جمعته آيات الكتاب وأحاديث السنة وهي الآيات والأحاديث الجامعة للأحكام والمسائل هذه الآية الكريمة وأحل الله البيع وحرم الربا قوله تعالى وأحل الله البيع أحل وأحل وأحل لنا لك كله دال على الإباحة ولذلك عند علماء الأصول أن هذه الصيغة أقوى الصيغ وهي الصيغ الصريحة في الحل فالإباحة والحل له صيغ منها صريح قوله أحل الله ومنها قوله لا جرأ لا جناح وكذلك نفي الجناح ونفي الحرج كله يدل على الإباحة وقوله سبحانه وتعالى وأحل الله لأنه لا يحل إلا هو سبحانه ولا يحرم إلا هو سبحانه وفي حديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحل أشياء فلا تحرموها وحرم أشياء فلا تحلوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها فقوله أحل فلا تحرموها وأحرم فلا تحلوها فقال أحل الله البيعة لما قال سبحانه وتعالى وأحل الله البيعة هذا عموم يشمل كل بيع ولذلك هذا الجزء من الآية الكريمة يدل على أن الأصل في البيوع الحل وأن أي معاملة فيها أخذ وعطاء ومقابلة وأي بيع اختلف العلماء فيه فالأصل أنه جائز وحلال حتى يدل الدليل على أنه حرام وبناء على ذلك تكون هذه الآية الكريمة عامة ومبينة وليست بمجملة وهذا هو أرجح قولي علماء الأصول رحمهم الله أن الآية ليست بمجملة وأشار إلى ذلك الإمام الموفق في الروضة حيث قال وأحل الله البيع ليس بمجمل لأنه يدل على معنى ولا يحتاج وليس فيه إبهام يحتاج إلى تعيين أو فيه إجمال يحتاج إلى بيان ليست بمجملة وهذا هو أرجح قولي علماء الأصول رحمهم الله واختاروا كثير من المحققين أنها ليست بمجملة وبناء على ذلك إذا قلت ليست بمجملة معناه أنه يصح الاحتجاج بها وتكون أصلا في المسائل الخلافية وذهب بعض العلماء إلى أنها مجملة وليست هذا الإجمال المجمل هو الذي يتردد بين معنيين فأكثر لا مزية لأحدها على الآخر فإذا جاءت الآية في القرآن أو جاء الحديث في السنة مترددا بين معنيين لا مزية أي ليس هناك رجحان لأحد هذه المعاني على غيره فإنه حينئذ يكون مجملا معنيين فمعنيان فأكثر هذا هو المجمل وأما المبين فهو الذي يدل على ما أراده الشر من هذا المجمل وإذا كانت الآية مجملة عند هؤلاء يقولون اختلفوا في سبب الإجمال قال بعضهم الإجمال من الآية نفسها قالوا قوله وأحل الله البيع هذا لا إشكال فيه لكن لما جاء قوله وحرم الربا دل على تحريم الزيادة لأن الربا هو الزيادة أن تكون أمة هي أربى من أمة أي أكثر عددا اهتزت وربت أصدأ الربا الزيادة فقالوا لما لما قال وحرم الربا أي حرم الزيادة ولم يبين أي الزيادة هو المحرم فجاءت السنة ببيان المحرم في الأصناف الستة الربوية الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر التمر بالتمر الشعير بالشعير والملح بالملح فجاءت السنة وبينت إذن هذه الآية مجملة وسبب الإجمال قولوا وحرم الربا لأنه كما قال بعضهم أباح البيع بالزيادة لأن الأصل في البيع بالزيادة لأنك لما تبيع كل شيء تأخذ فيه ربحا وإذا لم تأخذ أنت الريح سيأخذه المشتري حينما تخفض السعر فالأصل لما قال وأحل الله البيع قالوا وأحل لم نعرف أي زيادة هي المحرمة ودخول المجهول على المعلوم يصير المعلومة مجهولا وبناء على ذلك صارت الآية مجملة من نفسها وقال بعض العلماء إنها مجملة من خارج فقوله تعالى وأحل الله البيع ليس فيه إجمال وحرم الربا ليس فيه إجمال في الآية ولكن الإجمال من خارج وذلك حينما نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فلما حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر الغرر هو الجهالة وهذه الجهالة الغرر ثلاثة أنواع النوع الأول غرر متفق على تحريمه وهذا مثل ما يقع في بيع المجهول سواء كان مجهول الصفات أو كان مجهول القدر أو غير معين أصلا كان يقول له أبيعك دارا أبيعك شيئا أبيعك شيئا هذا مستغرق الجهالة أبيعك شيئا بألف يقول له ما هو الشيء يقول لا ادفع ألف ونعطيك شيئا قال قبلت ومثل ما يقع في الأرقام يدفع مالا ويضغط على رقم يأخذ الذي فيه فهو يشتري شيئا مجهولا جهالة مستغرقة أو يقول أبيعك سيارة وهذه السيارة لا يبين نوعها ولا صفتها ولا الأشياء التي تتميز بها فيغرر به لأن المشتري يظنها سيارة جيدة فإذا بها سيارة غير جيدة أو سيارة من نوع يرغبه فإذا بها من نوع لا يرغبه فهذا بيع الغرب هذه الجهالة سواء كانت جهالة أي كانت مدامنا جهالة مؤثرة هذه الجهالة وردت النصوص بتحريمها جهالة تفق على تحريمها كجهالة الصفات ونحوها ومنها بيع الملامسة والمنابذة وحبل وهذا كله من بيع الغرر متفق على تحريمه وهناك غرر متفق على جوازه وهو الغرر اليسير أو الغرر الذي اغتفر عرفا وكان فيه مشقة مثل أن يبيعه دارا وهذه الدار تقوم على أساس لا يدري كيف أساس هذه الدار لم يكشف عن أساسها وهل أساسها سليم أو غير سليم فقالوا هذه جهالة لكنها مغتفرة وجهالة مختلف فيها فالأول جهالة متفق على تحريمها والنوع الثاني جهالة متفق على عدم تأثيرها وأنها لا تضر في البيع والنوع الثالث جهالة مختلف فيها وهو ما يقع عند العلماء في مسائل البيوع التي فيها جهالة فبعضهم يغتفر الجهالة وبعضهم ويتسامح فيها وبعضهم لا يغتفرها ومن ذلك بيع الغائب بالصفة فعندما يحرم هذا البيع كالشابعية يرونهم من بيع المجهول والغرر وعندما يجيز ويقول هو موصوف وموقوف على الرؤية إذا رآه على نفس السفة التي وصفها صحة وإلا فلا فحينئذ يرى أن الجهالة زائلة بما يقع من حدوث من تبين الصفات بعد العقل على العموم هذا الغرر دخل بالسنة وهو من خارج الآية فجعل قوله تعالى وأحل الله البيع مجملا لكنه إجمال من خارج الآية الكريمة يقول المصنف رحم الله وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الرباء وهذا يدل على أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن هذه الآية دالة مبينة وليست بمجملة وأنها دالة على مشروعية البيع وجوازه وأن الأصل في البيع أنه جائز ولذلك حينما تنظر إلى رحمة الله بهذه الأمة أن الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع المحرمة معدودة محدودة ولم يبين عليه الصلاة والسلام بالتفصيل البيوع المباحة لأن الأصل جواز البيع ولما كان الأصل جواز البيع كأنه يقول هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام الملامسة المنابذة بيع الحصاه بيع حبل حبل بيع الثمار قبل بدو صلاحية كل هذه محرمة بيع الغرض هذا كله محرم وما عداه مباح ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر من عبد الله رضي الله عنهما في خطبته بمكة في فتح مكة لما قام خطيبا في اليوم الثاني من الفتح قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام فلما جاء إلى التحريم عين وحدد وأما المباح قال الله عز وجل وأحل الله البيعة فالإمام البخاري حين ما استشهد بهذه البآية رحمه الله دل على أنه يراها مبينة وليست بمجملة وأنها عامة أصل في جواز البيع وحله وهذه الآية من سورة البقرة وسورة البقرة مدنية وهي من آخر ما نزل من القرآن حتى قيلنا هذه الآيات من آخر آيات نزولا في كتاب الله عز وجل نعم وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم هذه الجملة قطعة من آية هي أطول آية في كتاب الله عز وجل وهذه الآية تسمى بآية الدين أطول آية في كتاب الله وجعلها الله في خاتمة سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إذا نضر إلى جمل هذه الآية الكريمة هي قائمة على توثيق الحقوق في المعاملات وأن المنبغي على الإنسان إذا تعامل بمعاملة فيها قرب أو أجل ينبغي أن يكتب ذلك لأن الإنسان ضعيف ينسى ويسهو ويخطئ والحقوق تضيع بسبب هذا النسيان والسهو وأيضا تحدث المشاجرات والمخاصمات والإحن والعداوة ويظن المسلم بأخيه ظن السوء ويظلمه لأنه يظن أنه أعطاه ولم يعطه ويظن أنه متفق بعشرة آلاف والواقع أن أخاه صادق وأن الاتفاق بتسعة آلاف فيظن أن أخاه يريد أن يغشه ويسيء الظن به فلا يقطع هذه الظنون الفاسدة ولا ينجي بإذن الله من شرور الخلافات والفتن في الأموال التي تفسد الدين وتفسد أخوة الإيمان إلا الكتابة والتوثيق فإذا كتب الدين ووثق فحينئذ انقطع النزاع ولذلك دلت هذه الآية الكريمة على أن الكتابة حجة إذا تدين أنتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فأمر بكتابته لأن الكتابة تحفظ الحقوق وحفظ الحقوق واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فأمر الله عز وجل بهذا الأصل من التوثيق وهو الكتابة والكتابة حجة حتى يكفيك أن الله جعل حجة في أعظم شيء وهي وهو البلاغ بلاغ الدين والرسالة فإن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فكتب عليه الصلاة والسلام إلى كسرة وإلى قيصر وإلى المقوقس وهذا يدل على أن الكتابة حجة لأن الله أمره بالبلاغ فبلغ عن طريق الكتابة فبعث كتابه إليهم وقال أسلم تسلم أسلم يؤتك الله وأجرك مرتين كما في صحيح البخاري وغيره فأقام الحجة بالكتابة فدل على أنها حجة ومن هنا قال بعض العلماء كتابة الطلاق طلاق لأنه لا يكتب إلا وقد جرى الطلاق منه وإذا قال قائل إنه لم يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل نقول إنه قد عمل وكتب وبناء على ذلك الكتاب حجة وهذه الآية الكريمة أمرت بتوثيق الحقوق فجاء قوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها استثناء من الواجب فإذا كانت التجارة والبيع والمبادلة يدا بيد وحاضرة فلا تحتاج إلى كتابة لماذا؟ لأن كل منهما قد استوفى حقه كاملا فلم تحتاج إلى كتابة ومن هنا الكتابة لحفظ الحقوق في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فلا يجوز الإنسان إذا كان عليه دين أو حق إلا أن يبيت إلا بعد أن يكتب وصيته لأن الموت لأن النوم هو الميتة الصغرى قد ينام نومة لا يقوم بعدها وقد ينام ويستيقظ ويبلى ببلاء لا يستطيع أن يبين الحقوق التي عليه فأمر الله على لسان رسولي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوصية فهنا بيّن سبحانه بالاستثناء إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها إلا أن تكون تجارة حاضرة فدل على أن التجارة نوعان على أن التجارة نوعان حاضرة ومؤجلة وهذا يدل على إباحة النوعين بالآية الكريمة وذلك إذا سلمت التجارة من سبب في الفساد فقد تكون تجارة مؤجلة وفيها حرمة ومحرمة كما في النسيئة المحرمة وبناء على ذلك قال الإمام البخاري استشهد رحمه الله بهذه الآية على حل التجارة والتجارة سواء كانت حاضرة أو إلى أجل إذا سوفت شروط الحلم وهذا من فقه رحمه الله قوله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها هذا الدليل الثاني على مشروعية البيع نعم قال قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهو فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين هذه الآية الكريمة سيذكرها المصنف رحمه الله في باب مستقل قد يكرر الإمام البخاري الاستشهاد بالدليل في أكثر من باب وأكثر من ترجمة لأن الآية الكريمة تشتمل على أكثر من حكم أو الحديث الذي جعله في الترجمة يشتمل على أكثر من حكم فكما قال الأئمة هو الشراح يقطع الإمام البخاري الحديث بحسب الحاجة يعني إذا احتاج إليه في العبادات ذكره في العبادات في موضع الاستشهاد وإذا احتاج إليه في المعاملة كذلك فهنا الآية هذه الآية من سورة الجمعة وهي آخر آية في سورة الجمعة وفيها القصة المشهورة وسيذكرها الإمام المصنف رحمه الله وسنبين بالتفصيل ما اجتملت عليه من الأحكام والمسائد لكن محل الشاهد في الآية هنا أن الله سبحانه وتعالى نهى عن التجارة بعد بعد الأذان الثاني للجمعة نهى عن التجارة يعني عن البيع وإذا نهى عن البيع عموما سواء بالشراء أو لأن البيع يطلق بمعنى الشراء وبمعنى البذل وبمعنى الأخذ اللي هو البذل البيع على حقيقته وبمعنى الأخذ بمعنى الشراء وهو من الأضداد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لجابر كما الصحيح في قصة الجمل بعديه هذا البيع بمعنى البذل وقال صلى الله عليه وسلم ولا يبيع بعضكم على بيع بعض يعني لا يشتري بعضكم على شراء بعض هذا من الأضداد فهنا التجارة بجميع أنواعها سواء كان بائعا أو مشتريا لا تجوز بعد أذان الثاني للجمعة وهذا سبب من أسباب تحريم البيع فالبيع أحيانا له فساد في أسباب عامة وأسباب خاصة الأسباب العامة لفساد البيع بيع تحريم عين المبيع والغرر والربا والبيوع التي تجتمل على الشروط التي فيها الربا أو الغرر أو مجموعة الأمرين هذه كلها يسموها العلماء أسباب فساد عامة للبيع وأما أسباب الفساد الخاصة في البيع فتأتي بسبب خاص فيحرم البيع من أجلها كبيع الرجل على بيع أخيه والنجش ونحو ذا هذه أسباب خاصة وهذه الأسباب الخاصة منها هذا السبب وهو الذي يسمى عند العلماء البيع في وقت مستحق لما هو أهم فالصلاة أهم من البيع والدين أعظم من الدنيا ولذلك الأصل في خلق العباد الدين وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون فهو الأصل فإذا تعارضت الدين مع الدنيا قدم الدين لأنه الأصل فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإن هذا الوقت مستحق لعبادة الله عز وجل فقال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وفي قراءة فامضوا إلى ذكر الله وذكر الله هو الخطبة والصلاة معا وبناء ذلك يجب عليه أن يجيب الداعي بعد أن يسمع النداء لا أن ينتظر أن تقام الصلاة لأنه مأمور بالمضي بالنداء حي على الصلاة حي على الفلاح وهو النداء الثاني بعد جلوس الخطيب يوم الجمعة فأمر الله سبحانه وتعالى إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة أن نسعى ونمضي إلى ذكر الله وحرم البيع وذروا البيع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذروا بمعنى أتركه وذروا صيغة من صيغة التحريم ذروا ظاهر الإثم وباطنة أي اجتنبوه وتركوه ذر واجتنب وترك هذا كله من صيغة التحريم لا تفعل وهي صيغة النهي فهذه كلها من صيغة التحريم لما قال تعالى ذروا البيع دل على حرمة البيع بعد النداء ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله أذن بالتجارة وهذا الإذن بعد التحريم والأمر بعد الحضر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحضر كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإنه حرم على المحرم أن يصيد حال إحرامه ثم قال إذا حللتم فاصطادوا هذا أمر لكنه أمر بعد حضر فلما حرم الصيد حال الإحرام وحله بعد الحل والتحلل قال العلماء يرجع إلى ما كان وهو الإباحة فيباح له الصيد هنا لما قال تعالى وابتغوا من فضل الله هذا أمر وهو أمر إباحة لأن الأمر يأتي بمعاني منها الإذن والإباحة ولذلك يقولون يرجع إلى ما كان فكان قبل التحريم مباحا فالبيع بعد ذلك مباحا وسنتم إن شاء الله بيان المسائل والأحكام المتعلقة ببقية الباب بإذن الله في المجلس القادم صلى الله يرزقنا الإخلاص والعلم والعمل بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر يقول السائل فضيلة الشيخ رجل اشترى سيارة بالتقصيد واتفق مع البائع أن يعطيه دفعة عند أخر السيارة ودفعة أخرى بعد ثلاثة أشهر ثم بعد ذلك يقصطه كل شهر هل هذا يجوز أثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيجوز بيع الشيء مقصطا على أنجم بمعنى أن يقول قيمة هذا الشيء عشرة آلاف تدفع بعد شهر ألفا وبعد شهر خمسمائة وهكذا فهذا لا بأس به ولا حرج إذا كان على البت بمعنى حدد القيمة النهائية للسلعة وهذا لا إشكال فيه حتى ولو زاد في القيمة لقاء الأجل لأن بيع السلع حاضرة ليس كبيعها مؤجلة ولذلك زيادة الثمن لقاء الأجل إذا كان على البت لا حرج فيه لأن أولا لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وثانيا أن هذا ليس من الربا الذي يقوم على الأجل لأنه لم يقل له فإذا تأخرت كل شهر بمئة أو إذا تأخرت إدفع زيادة كذا وكذا هذا ليس فيه بت إذا كان على البت فجائز كونه يكون مقصطا وأنجم فهذا ثبتت به ثبت هذا البيع في بيع الكتابة فإن بيع الكتابة الذي أجازه الله سبحانه وتعالى في قوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فإن الكتابة تقوم على الأقصاد بإجماع العلماء وقد أحلها الله عز وجل يتفق المولى مع سيده أن يعتقه على أن يدفع له ألفا منجمة على عشرة أشهر في كل شهر مئة ومنها قصة بريرة في الصحيحين مع عائشة رضي الله عنها فهذا يدل على جواز التقسيط على الأشهر والزيادة لقاء الأجل فيها حديث الصحيح أمرنا رسول الله أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ البعير إلى البعيرين أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة أن آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة فهذه زيادة اللقاء الأجل وهي في المعدودات والمعدودات ليست من جنس الربويات التي تحرم فيها الزيادة فالمقصود أن البيع، بيع التقصيد إذا كان على البت لا إشكال فيه وهكذا لو قال له إذا اشتريت هذه السيارة نقداً بمئة ألف وإلى أجل بمئة وعشرين بمئة وخمسين فلا بأس وليس من بيعتين في بيعة لأن البيعتين في البيعة أن يفارقه قبل أن يحدد ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين فله أو كسه ماء والربا لو كانت على البت ما يقول فله أو كسه ماء والربا لأنه إذا باع البيعتين دون بت ومضى ظن البائع أنه سيشتريها إلى أجل فيفاجئ بالمشتري جاء بالأوكس وهو الأقل أو يأخذها المشتري وفي نيتها أن يدفع نقداً ثم يقول أؤخر فإذا به يقع في الربا فكأنه اشترى المعجلة بعشرة بعشرين إلى أجل فهذا جمهور العلماء على أنه لا يدخل حديث وبناء على ذلك إذا كان التقصيط على البت فلا إشكال فيه جوازه يحدد قيمة السلع العالية والنهائية ثم يذكر الأقصاط والأنجم سواء دفعة أو دفعة أو ثلاثة أو أربع بحسب ما يتفقان عليه فهذا لا بأس به ولا حرج والله تعالى أعلم أسابكم الله يقول السائل فضيلة الشيخ ابني يعاني من إعاقة وضعف في قدراته العقلية غير أنه يعرفنا ويفهم في نطاق محدود وأحاول جاهداً أن يكون مجيداً للصلاة ولكن أواجه صعوبة في ذلك ما توجه فضيلتكم وأرجو الدعاء أسابكم الله صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يتولانا وإياكم جميع المسلمين برحمته وأرحم الراحمين وأن يكشف ضره وأن يعجل بسلامته وسلامة المسلمين أجمعين من كل داء وبلاء إن ربي لسميع الدعاء أخي وأختي في الله وكل من يقوم على المعاقين ومن بهم بلاء في أجسادهم سواء كان خلقة أو كان لكبر أو ضعف فهؤلاء الذين يحتسبون الأجر عند الله أجرهم عند الله عظيم ولا شك أن الإحسان عند الله بمكان فكيف إذا كان للقريب من الآباء والأمهات والإخوان والأخوات والأبناء والبنات فهذا أعظم أجرا وأثقل في ميزان العبد ولا زال الصالحون يتنافسون في هذا الباب العظيم من أبواب الخير الذي تكفر به الخطيئات وترفع به الدرجات ولذلك أول ما أصيك أخي باحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى والصبر على هذا البلاء وقفل الأبواب في وجه الشيطان الذي يخذل وييأس ويقنط من رحمة الله وروح الله فتقبل على ربك مشمرا عن ساعد الجد في محبته ومرضاته وتشتري مرضات الله في ابنك وبنتك المعاق وكلما نظرت إليه تذكرت أنه سبيل إلى رحمة الله وطريق إلى بلوغ الدرجات العلا في الجنة إذا صبرت واحتسبت ولذلك أحوج ما يكون القريب المبتلى من أمثال هؤلاء إلى قريبه فإذا سارعت ونافست إخوانك وأخواتك في بر الوالد والوالد المصاب بهذا لكبر السن أو أي قريب من قرابتك فأنت تشتري مرضات الله ورحمة الله وهذا باب خير فتحه الله عليك فاستكثر منه ولا تجعل أحدا يسبقك إلى ربك به فإذا كان لك إخوان كن أسبقهم إلى أبيك وأمك وبتفريج كرباتهم إذا بلغوا من السن أو الكبر عتيا فخارت قواهم وضعفوا وأصبحوا يحتاجون إلى من يتعاهدهم وخاصة إذا ضعفوا وكبروا ولذلك وصل الله الإبن والبنت وصل الله الولد بوالديه خاصة عند الكبر إما يبلغ أن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فهذا باب من أبواب الجنة الإبن المعاق إذا كان عنده نوع تمييز فإن هذا لا يدل على أنه مكلف لأن نوع التمييز ليس بدال على وجود العقل الذي هو مناط التكليف فإن البهيمة والحيوان عنده تمييز ولذلك الهدهد جاء إلى سليمان وأخبره بما أخبره به فهو يدرك لكنه غير مكلف لعدم وجود العقل فصغار السن والمعاقون الذين لا يستطيعون لإدراك هؤلاء لا تجب عليهم الصلاة ولا يلزمك أن تأمره بالصلاة إلا إذا عقل وصار معه من أهل الحلم وبلغ الحلم إذا كان صغيرا بلغ الحلم ووعى وبناء على ذلك إذا كان لا يعي لا يكلف ولست ملزما بأن تشق على نفسك بشيء لم يفرضه الله عليه ولا عليك لكن إذا كان عقله يذهب ويعود أو قال الأطباء إن هذه الإصابة التي معه كان يكون في حادث أو شيء وأصبح عنده يذهب ويعود فحينئذ إذا عاد له عقله تجتهد بتذكيره بما فرض الله عليه سواء في حق الله أو حق عباده أما إذا كان قاصرا ولا يستطيع فجزاك الله خيرا على حرصك وعلى حبك لهذه العبادة ولا يمنع أنك إذا أردت أن تستمر بناء على الأجر فجزاك الله خيرا أرجو من الله أن يكتب لك الأجر لكنه ليس بفرض إلا إذا أصبح عاقلا أهلا للتكليف والتكليف شرطه العقل فإذا لم يكن عاقلا كان فعلك هذا فضل وليس بفرض ومن أطيب ما يكون تعويد القاصر على ذكر الله وإذ ذلك أمر السبيان بالصلاة لسبع من أجل أن يروضوا فهذا لا بأس به لكنه ليس بفرض عليك نسى الله بعزتي وجلاله وعظمتي وكمال يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سلم الله